دمرت مقاتلات رفال فرنسية أقلعت من على متن حاملة الطائرات شاردوغول المتموضعة بمياه البحر المتوسط دمرت مركز قيادة تابعا للتنظيم في تلعفر الواقع غرب مدينة الموصل التي يسيطر عليها المسلحون واصل القوات العراقية المشتركة عملياتها القتالية في الأنبار حيث شهدت تقدما كبيرا على أكثر من جبهة لا سيامة على قاطع الفصيبة وسط انهيارات في خطوط صد داعش الأولى مع استمرار العمليات العسكرية لتحرير الأنبار وفي تأكيد على تراجع تنظيم داعش أعلن قياد عملية الأنبار إسماعيل المحلاوي بدء المسلحين بتفجير عشرات المنازل في الرمادي ومنطقة البوعيثة بواسطة وضع العبوات الناسفة في داخلها وتفجيرها عن بعد من جهتها أعلنت قيادة عملية الجزيرة قصف تجمعات للتنظيم وتدمير منصات لإطلاق الصواريخ ومخازل السلاح في منطقة البوحياء فيما أصفرت العمليات عن هروب قيادة داعش من مناطق الاشتباك بالأنبار صوب مدينة الموصل إلى ذلك أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول قضع طريق الإمداد من جسر فلسطين صوب تقاضع الزنكورة مضيفا أن القطاعات العسكرية ماسكة في المحور الجنوب بمناطق القلطاش والحميرة فضلا عن قضع طرق إمداد المسلحين صوب مركز الرمادي وفي صلاح الدين نجحت القوات المشتركة في صد هجوم بسبع سيارات ملغومة نفذه مسلح داعش فيما هاجمت تجمعات للتنظيم في قرية بشير جنوبي كرقوب ترجمة نانسي قنقر